السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشترك في القناة اشترك في القناة واضغط لايك واسيب كومنت واخش معكم في الفكرة على طول علشان ما اطولش عليكم والفكرة بتاعت النهاردة هي فكرة جميلة جدا 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 ومربحة جدا وان شاء الله باذن الله ان ناس كتير تستفاد منها الفكرة بتاعت النهاردة هي مكينة الناين دي او الطباعة على الحاط فان شاء الله في الفيديو ده هتعرف كل التفاصيل عن المشروع ده كاملة برأس المال اللي هتحتاجه والارباح ان شاء الله المتوقعة من المشروع والتكلفة اللي هي بتاعت المادة الخام واسعار المكينة دي يعني كل حاجة خاصة بالمشروع ان شاء الله هتلاقيها موجودة معاك في الفيديو ده المكينة دي يا شباب بتقوم بالطباعة على الحاط زي ما انت شايف في الفيديو وبتعمل اي خلفية انت محتاجها بتلاقيها المكينة دي بتعملها اي خلفية موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر طبعا دلوقتي هي اللي في السوق ان اي حد بيعمل شقة او اي ارسام مثلا بيحب ان الصورة بتاعتهم تكون موجودة عندهم في الشقة سواء كانت في اوتنوم او في اي مكان هم عايزينه في الشقة اه كمان في ناس بتحب الصور الطبيعية او المناظر الطبيعية تكون موجودة عندها في الشقة المكينة دي بتعمل الخلفية اللي انت محتاجها بدقة عالية جدا جدا اه طيب نتكلم في تكلفة المشروع المشروع بيتكلف مية وخمسين الف جنيه دي تكلفة المشروع كاملة اه بتحتاج الاحبار الاحبار دي بيكون عبارة عن اربع الوان اه بتكلفك طيب ادي ايه لو انت مثلا اه في واحد طلب منك خلفية اه وليكن على سبيل المثال تلاتة في اربعة يعني اتناشر متر هو تكلفة المتر الواحد من الاحبار بيساوي تمانية جنيه يعني تكلفتها تقريبا نص دولار يعني سعر بسيط جدا جدا طيب انت بيكون مصنعيتك في المتر قد ايه مصنعيتك في المتر ميت جنيه يعني شوف الارباح اه انت تكلفت الاحبار دي تمانية جنيه انت المصنعية بتاعتك بتكون ميت جنيه يعني الخلفية اللي هي بتكون اتناشر متر انت بتاخد عليها الف ومتين اه جنيه في حين ان المكينة بتكون استهلكت اه فقط اه من الاحبار ما يساوي ميت جنيه يعني مشروع مربح جدا جدا اه طيب المكينة دي القدرة ان هي بتطبع بتكون قد ايه في الساعة يعني اه بتطبع من عشرة لخمستاشر متر في الساعة يعني ممكن لو الخلفية دي اللي اتناشر متر فهي ما بتاخدش منك وقت الا ساعة واحدة بس يعني اه مش كتير ابدا يعني المكينة لو اشتغلت تلات ساعات بس فيه اليوم فانت هيكون ربحك تلات تلاف جنيه اه صافي ده في اليوم الواحد لو اشتغلت فيه تلات ساعات فقط طيب نتكلم عن مميزات ومواصفات المكينة دي المكينة خفيفة الوزن يعني وزنها ميت كيلو فقط لها اربع عجلات دي بيكون لسهولة الحركة اه بيكون لها سكة وعمود بيكون رأسي اللي السكة لسهولة حركة المكينة اه اه افقيا والعمود الرأسي ده بيكون زي مزام مية على الحيط وبتشتغل على جميع انواع الحوائط والاخشاب والازاز والالاموتال اه يعني اه يعني مكينة جميلة جدا جدا والمكينة دي بتشبه المكينة بتاعت الطباعة اللي هي التلاتة متر بتاعت اللي يفط ارتفاع المكينة بيكون اتنين متر اه تمانين اللي هي بيكون الارتفاع المثالي للحيط وبتشتغل على اي عرض انت عايزه للحيط لانها بتمشي على سكة افقية فالعرض ما بيكونش اه في اي مشكلة ابدا اه بيكون سهلة الاستخدام ومعها ضمان سنة والصيانة بتكون اربعة وعشرين ساعة اه الاحبار اه بتكون عبارة عن ايه طيب الاحبار دي بتكون عبارة عن اتنين لتر بيكون اربعة لون كل لون بيكون نص لتر اه طيب تمان الاحبار دي بيكون قد ايه الف جنيه اه فقط يعني الاتنين لتر تمانهم الف جنيه يعني ستين دولار تقريبا طيب الاتنين لتر دولار بيعملو كام متر على البيعملو كام متر كخلفيات بيعملو مية وتلاتين متر يعني تمن المصنعية اللي حسبتها في المتر الواحد في مية وتلاتين متر المية في مية وتلاتين متر هتدي لك تلاتاشر الف جنيه في حين ان تمن الاحبار اللي انت استعملتها الف جنيه فقط لا غير يعني انت ربحك حوالي اتناشر الف جنيه يعني المكينة دي ممكن لو ربنا كرمك واشتغلت بيها شهرين متواصلين فان شاء الله باذن الله تلم تمن المكينة فهو مشروع بصراحة مربح جدا 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 وجديد يعني الناس قليلة جدا اللي شغالة في المجال ده فان شاء الله هيكون لي باب رزق واسع وان شاء الله هسيب ليكم رقم المورد فيه صندوق الوصف اسفل الفيديو وبكده اصدقائي اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو اتمنى ان الناس كتير تستفاد من الفيديو ده لو عجبكو قبل ما تمشي اشترك في القناة واضغط لايك واسيب كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة